شكراً صاحب المعالي لهذا البيان الذي يسيخ بوضوح طالب التحدي أفريقيا من العالم أصحاب المعالي سيداتي الآن يشرفني أن أرحب بصاحب المعالي فخامت عمفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ليقدم لنا كلمته الافتتاحية بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة رؤساء الدول الأفريقية الشقيقة السادة رؤساء الحكومات والمنظمات الدولية ومحافظة بنوك المركزية السيدات والسادة الحضور ديوف مصر الكرام نهول من دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة السلام شرم الشيخ التي تشرف باستضافة الاكتباعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023 وهي الاجتماعات التي حرست مصر على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة تأكيداً على بلغ اهتمامنا بتعزيز المساعد الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية في جميع ربوع قراتنا الإفريقية السيدات والسادة لا تخف عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد نينتين على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تدخمية جارفة ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر الحاحن خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغييرات المناخية والتنمية المستدامة ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة لدول القارة الإفريقية تبقى لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي ونذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 144 مليار دولار سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 108 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التنمولية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التنمولات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التنمولات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التنمولية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية كما اغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التنمولية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من إنعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول السيدات والسادة إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعيتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليم بعينه وإنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم وعلى عكس ما قد يعتقده البعض فإن الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نمواً وهما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية وتشير التقديرات لأن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار فضلاً عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34% وتقدر الاحتياجات التموالية لمواجهة الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030 وفي هذا الصدد تقدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ كاب 27 التي ترأستها مصر العام الماضي ويأتي في مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى السيدات والسادة إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرد ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكسيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك وفي هذا الإطار تولي مصر اهتماماً بالغاً بالبعد البيئي حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021 الإصدار الأول من دليل معيير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معيير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما ينعكس بالإجاب على جودة الحياة وعملية التنمية ومما لا شك فيه أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تمثل فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي ما طرح أجندة واضحة وفقاً لجدول زمني لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول القارة الإفريقية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ديوفة مصر الكرام ختاماً وجد الترحيب بكم جميعاً وأتمنى لكم التوفيق في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي الذي أتوجه له بالشكر على جهوده الملموسة في تمويل المشروعات التنموية في مختلف أنحاء قارتنا والتي تجعلنا نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو النماء والتقدم والازدهار شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر